خلافات تتصاعد داخل مجلس الحرب آخرها من الجنرال أزنكورت وهو أحد أعضاء مجلس الحرب وإن كان ليس له حق التصويت هو كمراقب وقال أننا لن نربح هذه الحرب ومن الحل هو أن نقبل شروط حماس نغادر غزة نقبل شروط حماس نطلق أسرهم يطلقون أسرانا فنحقق على الأقل هدف من الهدفين اثنين لأن القضاء على حماس لم يعد ممكنا في الحقيقة زنكورت قال هذا الكلام بعد أن قالته المخابرات الأمريكية وقالته جرائد أمريكية قالت بأن القضاء على حماس لم يعد ممكنا وخرج حتى كيربي المتحدث باسم المجلس الأمنة أو البيت الأبيض ليقول ممكن أن يتم إضعاف حماس عسكريا أو القضاء عليها لكن هذه عقيدة وهذه إديولوجيا لا يمكن القضاء على إديولوجيا وعلى عقيدة هذا يأخذ سنوات طويلة جدا وليس بالسلاح فقط إلى آخره بمعنى أنهم اعترفوا والولايات المتحدة تعترف الآن بأنه لا يمكن القضاء على حماس كعقيدة كإديولوجيا كتفكير كمنهج وإن كان ما زال يعتقدون أنه ممكن القضاء عليها عسكريا أو على الأقل إضعافها بشكل لا تعود تشكل في أي تهديد إذن أزن كورت وهو أحد كبار جنرالات وكان قاعدة للأركاب كان شنغريحا وانتاحهم يقول علينا أن نوقف الحرب نخرج من غزة ونسترجع الأسرى متاعنا ونطلق الأسرى الفلسطينيين قال هذا هو حينها على الأقل نكون حققنا الهدف الثاني وهو إطلاق الأسرى أو الرهاي ندح جانس من قبل وهو أحد الثلاثة الكبار في مجلس الحرب مع نتنياهو ومع جالنت كان أعلن عن غضبه من نتنياهو بصراحة تظاهر مع المتظاهرين من أهالي الأسرى في مظاهرة شملت عشرات الألاف يوم الأحد الماضي أن أحد أبرز الشخص الأشخاص الثلاثة في مجلس الحرب يتظاهر ضد سياسة مجلس الحرب اللي هو عضو فيه لأن الاثنين الآخرين نتنياهو وغالنت رغم خصوماتهم وخلافاتهم وشفنا أن غالنت تخل تهجم على مكتب نتنياهو وكادت الأمور تصل إلى الضرب بالأيدين وهددهم بين يأتي بلواء قولاني ويحسم الأمر مع ذلك هذا وزر الدفاع غالنت ونتنياهو متفقن على شيء واحد وهو إكمال الحرب لماذا؟ لأنها بمجرد أن تتوقف الحرب بمجرد أن تتوقف الحرب تسقط الحكومة فيسط في اثنين فينتهي مصيرهم السياسي نهائيا ونتنياهو قد يدخل السجن نتيجة لوجود قضايا فساد ضده تأتي أيضا هذه الزلزال كما سموه هذه الكارثة اليوم والولايات المتحدة الخلافات مع الولايات المتحدة أصبحت علنة يخرج بايدن يقول من أن نتنياهو يقبل بحل الدولتين يخرج مكتب نتنياهو يوم السبت صباحا في أول ساعة ساعة الصباح ويقول هذا الكلام ليس صحيح وأن نتنياهو لم يقبل يوما بوجود دولة فلسطينية يكذب زعيم الإمبراطورية بايدن الذي يقول أنه ليس يهودي ولكنه صهيوني واللي بدون دعم الأمريكي ما كانت لإسرائيل أن تكمل هذه الحرب المدمرة والظالمة يقول أيضا يقول أيضا أشياء أخرى والخصومات تكبر حول مصير غزة فيما بعد مثلا اليوم آخر الخلافات بين الولايات المتحدة ونتنياهو ومن معه هو قضية الشريط العازل إسرائيل تريد أن تقيم شريط عازل وبالمناسبة هذا التفجير جاء لمباني تقرب على 600 متر من الحدود مع ما يسمى بإسرائيل لأنهم يريدون أن يضعوا جدا من جغرافيا 365 كم لأكثر من 2.4 مليون أعلى كثافة سكانية ربما في العالم فبالنسبة للولايات المتحدة هذا راح يعطي دائما يزيد في اقتناع الناس بأن ما تقوم بالمقاومة هو الأصح لأن إسرائيل تسرق من عراضهم كل مرة أكثر وخلافات أخرى متعددة وكثيرة